السلام عليكم اليوم سوف نعود لتعليم صناعات الكونكريت وفي نفس الوقت سوف نتكلم عن مشاكل المول و كيف نتعامل معهم و سوف يكونوا مقطعين قبل ان نبدأ اشتركوا في القناة و فعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد و بسم الله في فيديو سابق كنت خدمت معكم هذه الميزهرية ولكن مع الاسف ما بغيتش تخرج من هاد المول و كنت اضطريت ان انا نقطعه من هادك المكان اللي وريت ليكم دابا اذا ها هي الميزهرية اللي حاولت نجبدها ما قدرت و كما تتشوفوه الرسل لها الفم ديالها و في نفس الوقت را اضطريت نقطع المول باش نجبدها اذا هنا باش نعالج المشكيل رانا اخديت سكوتش لساق و دورتها مزيان و دابا غادي نجربها و واش غادي تخدم لي او لا لا اذا غن ناخد تقريبا 14 معلقة ديال اسمنت الابيض و غادي نزيد عليه تقريبا نصف كأس من الماء نصف كأس صغير من الماء مخلطة مع معلقة صغيرة من الكولا او ملمع السباغة و غادي نضيفو شوية بشوية بحادر الاسمنت باش ما نجريهاش بزاف يعني باش ما تكونش خفيفة بزاف خصة تكون القوام ديالها قوام متوسط يعني ما يكونش جاري بزاف ما يكونش خاتر بزاف هنا يا هاني تنخوي الخاليط من بعد ما خلطته مزيان بالملعقة نضيفو هنا المول وتنبقى تنخبط المول وتنضغط على الجوانب دياله باش خلطة الاسمنت توصل جميع الاماكن في المول و ما يبقاش فيه فراغات لان ديك الفراغات من بعد غادي تولي عبارة على عيو استعمل تعود الشيوة غير باش نتأكد ان الاسمنت تدخل المول مزيان باش ما يبقاش فيه فراغات وقدمنتو ما تتخبطو وتتحركو المول را تتلاحظو تساعد فوقعات الهواء وخروجها من المول نايا غير باش نتأكد ان المول غادي بقاشاد لفورم ديالوغ بديت بانضة ديال الشعر ودورتها علي صافي وغادي نخليه تمانية او العشرة تسويه حتي نشف مزيان عاد نفكو هاد المول الثاني تهوره من المولات اللي كانوا جوني من علي اكسبرس وهو كبير نسبيا ممكن تستعملوه اما وعاء للشمع ولا ميزارية او لمحبق انا راني غا نخدم بهوعاء للشمع هنا يرا هدرت الخلطة ديال اسمنت وستعليها المولمع ديال السباغة مع الماء وخويت في المول وتتلاحظو بنفس الطريقة راني دائما تنبقى تنضغط على الجوانب ديال المول تنخبط عليها ومره مرة تنهز المول كامل وتنخبطو بشوية اذا هاد العملية كما قلت سابقا راه تنديرها باش خرجوا فوقاعات الهواء اللي تكونوا في المول باش يجي الكونكريت بدون عيوب هاد المول غادي نخليه مدة تمنياق حتى العشرة تسويع او ليلة كاملة وغادي ندوز المول اخر هاد المول راه تنصوب به علبة بالغطى ديالها هو في الحقيقة زوين بزاف الصعوبة كينا في الكوفيرك اللي يعني في الغطى دياله هو فين كينا الصعوبة وغادو تشوفوها معايا دابا هو هاد المول مكون من قطعتين ومصنوع من السيليكون هنا غادي ندير الخلطة العادية اللي تندير ديما اسمنت الابيض ومعه شوية ديال الماء مع ملمع السبارة وتنخلط مزيان ومن بعد تنخوي الخالط في المول خلطة الاسمنت خاصة دائما تكون خفيفة القوام وناعمة يعني نخلطوها مزيان جانس مايبقاش فاتك التولات ومن بعد تنصب ديال اسمنت في المول ارانا تنحركه مزيان وتنخبط على الجوانب دياله باش تخرج فوقعات الهواء ودابا غادي نصب الاسمنت في الغطاء تناخد خمسة او لستة ديال المعالق ديال اسمنت وتنخلطو مع شوية ديال الماء نخلط فيه شوية ديال الكولا ديال السباغة هالعادة نفس الخلطة رهي لتتبقى تتعود ديما وتنخوي في المول وبنفس الطريقة تنبقى تنحرك بعد مرور الليلة كاملة وصلت مرحلة فك القوالب راكنت صوبت معاكم هاد الوعاء ديال الشمع والميزهارية والعلبة اللي عندها الغطاء بالنسبة الميزهارية غرانة كنت لو يعليها مزيان سكوتش اذا غادي نحيدو دابا وبالنسبة لهاد القالب ديال ويعاء الشمع او للمحبق راحته هو يمكن يكون ميزهارية وديرو فيها شوية ديال التربة وديرو فيه نبتة صغيرة اذا هادا سهل الفك القالب اذا هادا تنصحكم به الناس اللي بغلن يصوبوا بحال هادا الاوعية او بحال هاد الاواني تنصحكم به ناجح جدا وحتى الوعاء ديالو رائع انا اختاريت هنا نديرو بالبيض كتجربة اولى ولكن را ممكن يكون بالالوان هنا غادي نفك هاد القالب المقطع وغادي نشوف واش هادا نشوف واش هادا اذا كما تشوفو انا تنفك بحادر غير بشوية تنحتاط باش ما نزيدش نقطع القالب هو في الحقيقة هاد القالب راوخها تقطع راها بقى مزيان يعني را حافض على الشكل ديالو غير هو ضروري باش تتعملوه خاصكم تستعملو الليساق وتستعملو لاستيك الليساق باش تجمعوه ولاستيك غا باش تحافضو على لفورم الشكل ديال الميزهرية اذا كما ستلاحظو راها ناجحة وهنا تستعمل هاد الورق ديال حكان غير باش نفيني هادوك الزخارف او هادوك الزواق اللي في الميزهرية وبالنسبة الاخير الشكل صوبت معاكم را هو هاد العلبة راها ناجحة وتهو القالب ديالها تفك بسهولة وهادا المشكلة وقعت هناك كما تلاحظو انا غير بشوية نحتاط غنحاول نفك هديك الغيطة الغلاقة ديال العلبة ولكن مع الاسف غيتهرس لي الجزء الفوقاني منها مشكلة هاد المول ديال الغيطة ان الجزء العلوي دياله ضيق بزاف والحقيقة انني وخف كرت مزيان را ملقيتش الحل باش نخرج الغيطة كامل لهذا ما تنصحكمش بهاد المول صافي را نكمل فيديو ديال تجريبة لي مول جداد اللي جاوني من علي اكسبرس نتمنى انكم تستفتوا من هاد الفيديو لاعجبكم الفيديو ديرو جام واشتركوا في القناة وبرتاجوا لكي تعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله شكرا شكرا